الخبر الأول لعدنا يا حبايب عن خطف واحد من اليوتيوبر لإتماء خليل يوتيوب من شخص اسمه روليكس مان هو واحد من الهكر يقدر يختر القناة خليل يوتيوب يا حبايب يفتح بيه بث مباشر وهذا بث مباشر كان خليل نايم مجرد مفتوح اللابتوب مالته ولكن قام اكتشاف اللابتوب من المفتوح اتجوا الدخل الوناس وخطفوه صراحة موضوع كل شي خوفه في الرابط ونصف روح شوفوا البث مباشر وبنسبة وقت يا حبايب الروليكس مان هذا هو الهكر نزل مقطع على قناته باليوتيوب يعني بيه انه هو خطف شخص اسمه خليل طالب بسيط يا حبايب اردتكم بس تدخلون تفجروا المقطع مانسة للديسلايكات رح يكون رابط ونصف الكل يدخل فجر الديسلايكات وكتبوا لكم التاج شو ريكم اللي قاعد يصير ننتقل حاليا القمر مار وتزيلها شوية سوريات قاعدة تقول بيها انه المقطع رح يزيلكم باتشر عن الحفلة مالتها لانه الفيديوات ما وصلتني اللي بجهات صورناها بكاميرا ولحظة ما وصلتني فما قدرتها منتش اكيد فان شاء الله باتشر ساعة خمسة تسعين بالمئة حيكون اكو فيديو رح اكدتلكم ان اصلا بالليا اللي اذا رح انزل باتشر رح اكدلكم اوكي فكتر ان الكومنتاج قاعد متحمسين هذا الخبر وننتقل حاليا الفضيحة التاريخية اللي صارت يا حبايب بعدما قمر صورت شوية ستوريات ويا اي مو مار كان دياله من خلال انهم ما تصالحوا وراح ينزلوا مقطع باليوتيوب رح اشرحوه شو اللي صار بشو اللي تصالحوا ولكن الشي صادم يا حبايب والشي يأكد انه قمر مار نوعا ما هي مهددة من نور مار ومحمد ولو انه كل فانز ذات نور القمر صار ينشرون يا حبايب هذه الاستوريات اللي صورة ايد قمر مار ويا صورة ايد نور مار قاعد يثنياتهم داخل السيارة طبع صورة قديمة لهم يا حبايب وشي اللي يأكد انه هذا هو ايد قمر و ايد نور والي هو هذا الاستوري القديمي يا حباب مثل ما شايفين كانوا داخل السيارة وكان اضفر قمر مار صبغ اضافر يعني نفس صبغ الاضافر بالصورة اللي لازمين ايد بعض نوعا ما هذي قدر يقول يا حباب هو تهديد القمر مار انه اذا حصير صوري ايمو ويرجعون وصورون لي بعض ممكن يطلعون ويفضحون كل شي قاعد يصير او يفضحون اشياء هواية موادر صراحة كنتوني يا حباب بالكومنت شركوا بهذا الخبر وشو اللي قاعد يصير هل فعلي اقمر محددة او لا وننتقل لحاليين الياسو تنزيلها لشوية ستوريات قادة تلمي خلالها انه سوت مقلب بابنينا وصراحة تقول مقلب كلشنا اريح واخيرا هي طبعا راح ترجع لليوتيوب وشوية ستوريات اضحك رحطوكم اياها شوفوها نانا زعلانا اكلت مقلب انا حارو اكلت مقلب اخيرا انا رجعت طبيعية وصرت اعمل مقالب فيني اكيد انت الموجودة معي هلأ بس لا مهدوم مهدوم ما نكتعنا لا نسأل والله مقلب كتير اوي فترقبوا المقلب ترقبوش انا اتفاجعت بكوش هم يا جماعة نينا اكلت مقلب فترقبوا كتير اوي المقلب يوم رح تضربني رح رجعلك يا يا ريت يا انت بطلع منك مقلب لا اوكي بتشوف رحاليا البيسان تكيتو شنو حجة على ياسو فبسان يا حبيبتش فاتحبث مباشر وسئله هاني شو المشكلة شوية يا ياسو فردت ان ماكو منشكل بيناتهم شوفوا الرد انت وياسمي ما بتحكي مع بعض اه صراحة مو ما بنحكي بس يعني ما بنحكي غير لما بنلتقى يعني مو لما يكون فيه جمعة تكون هي فيه بنحكي عادي كتير يعني كتير تباعي مع بعض هالزمان كنت بالفريق كتير قرب من بعضه ايه الصراحة اول ما فقتها الفريق كنا راب يعني كنت قريبة من الكل يعني هذيك الفترة كنت قريبة من مريانا ومن ياسمين بس اه لما ياسمين طلعت فاب اه قل الحكة عشان قل الحكة اصلا كان فيه مشاكل شوفت انت اه 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 بين ويسان 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 اه انتابعتك عطول انا يا بيبي بالله فان بعضهم متعباسر سئله هانه هي ليش ما سوت فولو فتقول بعض من انهم مشارعوا الفولو عن بعض بدون اي سبب تقول لازم يكون هناك سبع مترجعون الفولو تردتي ليش معام لفولو لياسو كتير كنكتبوه هون اه صراحة لانه يعني احنا عندما شلنا الفولو عن بعض ما يعني ما يكشلنا ويدون سبب فابدنا سبب لا يرجع اوه ما بالا انا هيك بحز اول شي صوتي مسموع لكم وبالختام يا حبايب عن مفاجأة نورستار واللي شوكت عاد رح تنزل هذي المفاجأ اللي صالها شهر كامل تحمسن بيها اليوم نزلت هذا السوري متابع كان يقول شوكت هتعلني عن مفاجأة فهي ردت قريبا جدا 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 ستقوني متحمسة تعرفوه اكثر منكم فاكترونيكم التاشتة وقاتكم المفاجأة في جيمة حمسيين وبس والله هي وصلت المقطع فاجروا مقطع لايكات يا حبايب مريض وقعد ننزل لكم مقاطع اكيد ما رح بقصر موياه وتجروا مقطع بلايكات وفيس شانيكم هذي مقاطع من قصص احبكم ومع السلامة